بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى أهل وصحبه أجمعين أهلا بيكم في القناة الطبية نهاردة هنتكلم عن دواء جديد هو إيموكس إيموكس كابسولات شراب وحقن مضاد حيوي واسع المجال إيموكس كابسولات شراب وحقن مضاد حيوي من مجموعة البنسلينات يستعمل في علاج العديد من التهابات البكتيرية يتكون من المادة الفعالة أموكسي سي سيلين تعمل على إيقاف نمو البكتيريا المسببة للأمراض يستعمل في الوقاية من الأمراض المعدية الجرسمية زي التهاب الحنجرة والتهاب الأزن الوسطى والتهاب الجوب الأنفية والتهاب القصابات الهوائية التهاب القصابات الحادة والأمراض الأخرى طب إيه هي دواعي استعمال إيموكس حقم واحد يستعمل في علاج الخراريج والدمامل والالتهابات الموجودة في النسيجة الخلوية رقم اثنين يستعمل في علاج العدوى النتجة من الجروح وعدوات الحيوانات رقم ثلاثة يستعمل في علاج الالتهابات الموجودة في الأسنان والخراريج والعدوى المتواجدة في العظام والمفاصل رقم اربعة يستعمل في علاج حالات التهابات الأزن الوسطى الحاد والتهاب الجوب الأنفية والتهابات الجلد رقم اربعة رقم خمسة يستعمل في علاج التهابات القصابات الهوائية والتهابات الحندرة الحاد والتهابات الرقبة رقم ستة يستعمل في علاج التهابات الحالق واللوزيتين والتهاب الدهاز البولي الجرسومي رقم سبع اخر حالة يستعمل في علاج والوقاية من الجراحات الملوثة وزاية الرئة الاستنشاقية والخراجات الرئاوية بالنسبة للجرعة وطريقة الاستعمال الجرعة في حالة الكبار والبلغين اكبر من 18 سنة من 250 ل 500 ميلي جرام تلات مرات يوميا لمدة سبعة الى عشرة ايام ياما سبعة او عشرة ايام عن طريق الفم او بتركيز من 500 ل 875 مرتين في اليوم ياما تلات مرات من 250 ل 500 ياما مرتين من 500 ل 875 الجرعة في حالة الاطفال من 3 شهور ل 12 سنة من 50 ل 80 ميلي جرام من مرتين ل 3 مرات في عمي الجرعة في حالة الاطفال من سن شهر ل 3 شهور تكون الدرعة من 20 ل 30 ميلي جرام مرتين يوميا طب ايه الاثار الجنبية لاموكس رقم واحد يحدث في بعض الاوقات اضطرابات شديدة في المعدة او طفع جلدي رقم اثنين يحدث عند بعض المرضى شعور المريض بصعوبة في البلع والتنفس رقم ثلاثة يشعر بعض المرضى في بعض الاحيان بألم في المفاصل والعضلات وسرعة نبضات القلب رقم اربعة يحدث مع بعض المرضى من القيء والغسيان والدوخة رقم خمسة اخر حاجة يحدث عند بعض المرضى انتفاخ او طوارهم في الاشفان او حول العينين والواجه والشفاه واللسان دي طبعا اعراض حساسية ايه هي احتياطاتهم وانا استعمال اموكس رقم واحد يمنع استعمال اموكس للاشخاص اللي عندهم حساسية من مكونات الدواء او المواد الفعالة او اللي عندهم حساسية للبنسيلينات والاموكسيسيلين كل دول يمنع عليهم تناول ايه اموكس رقم اثنين يمنع استعمال الدواء مع المرضى اللي عندهم خلل في وظافة الكلا او خلل في وظافة الكبد او اماراض مزمنة تودد في الكلا او الكبد وطريقة تؤثر على لأننا نشاطاهم وعملهم نكمل كلامنا عن اموكس بالنسبة لتفعاليات اموكس قبل استعمال الدباء لازم تعرف ان اموكس او الادوية عما تم تتفاعل مع ادوية تانية ودائما بيسبب ودود مشكلات في التفاعلات اللي بتحدث بين الادوية وبتأثر على المريض وعلى صحاته طبعا بتأثر في ناحية سلبية وبتأثر في ايجابية ابدا لذلك لابد من استشارة الطبيب بشكل دائم وان انت قبل ما الدكتور يكتب لك اموكس او اي مضاد حيوي او اي دواء تاني تقول له انا بتناول دواء كذا تاني من ضمن الادوية اللي بيتفاعل معها اموكس مضاد حيوي هو الوبيورينول لا ينصح باستعماله مع اموكس نهيا لانه من الممكن ان يحدث طفح جلدي بسبب تفاعل الدواء مع اموكس ايضا لا ينصح بتناول اموكس مع اي نوع من انواع حبوب منع الحمل ايضا لا ينصح بتناول اموكس مع ادوية السيولة الادوية المضادة للتخصر الدم زي الوارفارين لان استعمالهم مع اموكس بيؤدي لحدوث زياد تسيولة في الدم وبالتالي يحدث نزيف طيب بالنسبة لسعر اموكس سعر كابسولات اموكس 500 هي علبة فيها 2 شريط عبارة عن 16 كابسولة سعرها 16 جنيه ونص نصري سعر اموكس 60 ميلي زجاج الدواء شرب سعرها 6 جنيه مصري سعر اموكس 250 سعرها 5 جنيه مصري حقن سعر سعر حقن اموكس 5 جنيه مصري 250 تركيز 250 في نهاية الفيديو ارجو ان انتو تقنووا قد استفقتتم وارجو ان انتو تشتركوا معنا في القناة وتضغط لايك لان الحاجات دي بتدعم القناة وبتخلي الرنك بتاعها عالي شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته